شرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلاً نيراً وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أربع كلمات في محضر العلماء الأعلام والإخوة الكرام الكلمة الأولى جمع الكلمة جمع الكلمة دائماً قضية مهمة ولكن في هذه المرحلة التي يعيشها المؤمنون في العراق جمع الكلمة ضرورة حتمية لأن الحرب الآن ربما لا تكون حرب حدود وإنما هي حرب وجود يعني الأعداء الذين يريدون الشر بهذا الشعب وبهذه الأمة وبهؤلاء المؤمنين يحاولون أن يجتثوهم من الجذور فيما مضى كان أكو هناك كلمة عندما قبيلة كانت تغير على قبيلة ثانية كان شعارهم هذا لا تبقوا لهم عامر الدار ولا نافخ نار ولا طالب ثار عامر الدار يعني الرجال كلهم أبيدوهم نافخ النار يعني النساء اللي كانوا ينفخون قديما تحت النار أبيدوهم طالب الثار يعني الأطفال ما قتلوا قبل كم يوم الأطفال هذه حرب حرب الإبادة يجب أن تتحد كلمة المؤمنين اختلاف الأذواق وإذا أكو هناك اختلاف في الرأي أو في الأذواق أو في الأذواق مو وقتها الآن بعض آبائنا لا نريد الإدانة وإنما نريد عرض الواقع التاريخي اختلفوا قبل ثمانين عام متحدت كلمتهم فتورط المؤمنون في العراق ثمانين عام الملايين قتلوا الملايين سجنوا الملايين شردوا احنا لن كرر هذه التجربة حتى بعد ثمانين عام أولادنا يقولون آباؤنا اختلفوا فورطونا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم هذه الكلمة الأولى الكلمة الثانية جمع الشباب الشباب طاقة هائلة احنا عدنا طاقات في الكون طاقة الكهرباء طاقة كونية طاقة الذرة طاقة كونية هذه الطاقات الكونية إذا وجهت تنفع وإذا لم توجه تخر المطر عندما يأتي إذا حفرت له قنوات ينفع يروي العطشة ينبت الأشجار والثمار وإذا ما حفرت له قنوات يتحول إلى سيل مدمر الشباب هكذا الشباب يحتاجون إلى احتواء احتواء من كل الأبعاد مو في بعد واحد الشاب يحتاج إلى عمل الآن كم مليون عاطل عن العمل أكو في العراق البطالة منفذ من منافذ الشيطان الشيطان كيف ينفذ الشيطان عنده منافذ إحدى هذه المنافذ البطالة من الذي يهيئ العمل للشباب العاطلين أنتم أنتم المؤمنين الشباب يحتاجون إلى زواج الشاب إذا تزوج شيطانه يعج ويضج ويقول يا ويلتاه الشاب إذا ما مزوج هذا على خطر عظيم إلا إذا يكون إيمانا جدا قوي أكو شباب متدينين إيمانهم قوي ولكن كثير من الشباب في عرضة الانحراف إحنا عدنا شباب في بلاد الغرب لا يتركون ناثلة الليل في تلك الأجواء المنحرفة المشحونة أكو شباب مؤمنين ولكن الشاب إذا لم يتزوج عادة يكون دين في خطر من الذي يزوج الشباب الذين لا زوجة لهم أنتم الشاب يحتاج إلى كتاب ويحتاج إلى جريدة ويحتاج إلى مجلة ويحتاج إلى قناة فضائية إحنا إذا ما منع لا هذه الفراغات إحنا المتدينين الآخرون يملؤون هذه الفراغات ويأخذون منا شبابنا هذه النقطة الثانية ملء فراغات الشباب الكلمة الثالثة الله تعالى يقول في القرآن الكريم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض الدين لا ينفع الآخر فقط وإنما ينفع الدنيا أيضا أنا أذكر لكم نموذجين النموذج الأول في حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه لم يذكر التاريخ إلا فقير واحد فقط في القضية المعروفة فقير واحد أمير المؤمنين رآه في الكوفة قال ما هذا ليش في حكومتي أكو هناك فقير يتكفف ثم أجرى له راتب من بيت المعروفة أما الآن في هذه الدولة الحاكمة أقوى دولة في العالم التي لها من الثروات لعله لم تأتي دولة في التاريخ لها من القدرات والثروات ما لهذه الدولة العظمى التي يقال لها العظمى مع هذه الثروات الضخمة الإمكانات الهائلة وزير الزراعة الأمريكي صرح قبل فترة قبل خمس أعوام أن عشر الشعب الأمريكي فقير شعب الأمريكي كم مليون لعله أقل من ثلاثمائة مليون إذا حوالي ثلاثمائة مليون يعني ثلاثين مليون فقير يعيش تحت ظل هذه الدولة في ظل حكومة أمير المؤمنين لا يوجد إلا فقير واحد هذا لأنه شيخ كبير كبر عن العمل فطردوه وفي ظل هذه الدولة يوجد بين خمس وعشرين إلى ثلاثين مليون فقير لاحظوا الفرق بين قوانين الله وقوانين البشر الدستور الدستور في العراق إذا كان دستورا مستندا إلى القرآن هذا معناه حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يعني في ذلك الخط وإذا كان قانون وضعي أقوى قانون وضعي هذا القانون شوفوا النتائج في بعض المناطق الإخوة الموجودين هناك يقولون في الليل عندما يحل الظلام بعد من تمكن الروح في تلك المناطق لأن تتحول إلى مناطق عصابات للنهب والقاتل اللي هناك اسألوهم فقراء هذا هو الأفضل هذا القانون أو هذا القانون في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه لمالك الأشتر أكو ساطر واحد هذا العهد من مفاخرنا نحن الشيعة عهد الإمام لمالك الأشتر نحن لدينا مفاخر عجيبة ساطر واحد عهد الإمام لمالك الأشتر بعد حوالي 1300 عام من كلمة الإمام دولة واحدة محطمة خرجت من الحرب العالمية الثانية منهكة محطمة مدمرة ألقيت عليها القنبلة الذرية طبقت هذا البند الواحد وإذا بهذه الدولة المحطمة المدمرة تتحول إلى قوة اقتصادية عظمى في العالم حتى الرئيس الأمريكي أحد الرؤساء قال ما نظرت في البيت الأبيض يميناً وشمالاً إلا ورأيت البضائع والمنتجات اليابانية على يميني وشمالي ساطر واحد إن شاء الله حاولوا أدعوا أضغطوا أن يكون الدستور في العراق دستوراً قرآني إسلامياً لاوضعياً هذه الكلمة الثالثة الكلمة الرابعة والأخيرة أهل البيت صلوات الله عليه لهم جاذبي عجيب يأتي هناك رجل مسيحي ويقرأ حياة أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويكتب الإمام علي صوت العدالة الإنساني هذا الرجل المسيح يأتي هناك رجل مسيحي آخر ويخاطب أمير المؤمنين صلوات الله عليه ويقول جلجل الحق في المسيحي حتى عد من فرط حبه علوية المسيحي أمير المؤمنين يحوله إلى علوية ثم يقول يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا الله الله نسل الله وآله وآله محمد هذه القضية ننقلها لكم لاحظوا جاذبية أهل البيت قضية اتفقت هنا في إيران أحد علماء إيران الكبار نقل هذه القضية قال كان عندنا صديق كافر مو مؤمن لا يعتقد بالله ولا بالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله لكن كان يجي عندي في يوم الأيام قلت له يا فلان لماذا لا تؤمن بديننا قال أنا ما شايف شر من ديني حتى أبدل الديني إلى دينكم ولكن هذا الكافر يقول لهذا العالم هذا الإمام الحسين اللي انتو عدكم أنا هواي أحب وأنا أحضر في مجالس الإمام الحسين كافر يقول هذه الكلمة وأبكي على الإمام الحسين هذا الإمام الرضا اللي انتو عدكم أنا أحب أنا عاشق إليه موله بحب وحب هذا الإمام جرني إلى أن أذهب إلى مشهد وي جماعة لا يعرفونني أنا رحت إلى مشهد قلت أنا أدخل صحن الإمام الرضا وما أدخل إلى داخل الحرم لأن انتو المسلمين تعتبرون إحنا مو طاهرين فأنا ما أدخل فقط في الصحن أدخل جئت ودخلت صحن الإمام الرضا ورأيت هذه الجموع المولهة شفتوا كم مليون في كل عام يجون إلى مشهد 14 مليون 20 مليون أكثر أقال وجدوا هنا شيئا إذا شفتوا باب بيت الفقراء يصطفون عليه تعرفون أن صاحب هذا البيت كريم يعطي للفقراء وإلا إذا من اليوم الأول صاحب البيت طرد الفقراء بعد ما يجون على باب بيت هذه الملايين التي تأتي إلى مشهد جاءت بأمل برجاء أخذوا آمالهم حاجاتهم شفت هذه الجموع تأتي وتدخل إلى داخل الحرم قلبي ما أطاق من ينقل هذه الكلمات ذاك الرجل الكافر قلبي ما أطاق قلت أنا جاي إلى مشهر ودخلت الصحن وما أدخل الحرم ما يمكن قلت ما يخالف لأن أنا لابس جراب فالأرض لا تتلوث خسب عقيدتكم يعني فدخلت مع الجموع داخل الحرم وإجئت وأخذت أخاطب الإمام أبثه أشجاني حاجاتي مثلا بعدين رأيت أن الجموع تأتي وتتبرك بالضريح المبارك للإمام الرضا وأنا واقف بعيد قلبي ما أطاق فخرجت خارجا واشتريت شفوف كفوف انتهت القضية يقول هذا العالم بعد فترة جاءني أولاد ذلك الرجل وقالوا أبونا مات ولكن قبل موته قال لنا انتو معليكم بي معليكم بي انتو روحوا إلى العالم الفلاني وقولوا له يتولى تجهيزي وتكفيني وتغسيلي ودفني على الطريقة الإسلامية العالم يقول هذا حب أهل البيت بالنتيجة جذبه إلى الإسلام ولكن ما كان يظهر إسلام هذا العالم أعلن للمسلمين أنه واحد من المسلمين مات هو هذا الكافر تعالوا إلى تشييعه وتولى تشييعه وتجهيزه وتغسيله وتكفينه وتحنيطه ودفنه في مقابر المسلمين أهل البيت لهم هذه الجاذبية أنقل هذه القضية أيضا أحد العلماء في بلاد الغرب يقول جاءني شاب بوذي اللي يعتقدون ببوذة فقال لي ما هو دينكم اشرح لي دينك دينكم يقول شرحت له كلماتي ما تفاعلوا إياها كثيرا كل ما شرحت له جوانب ما قبل حتى يأست يقول بعد ذلك قال لي أدكم فد واحد عظيم اسمه الحسين شنو قضيته يقول فأخذت أشرح له قضية الإمام الحسين صلوات الله عليه يقول فرأيت ملامحه أخذت تغير وانتابته حالة من التألو التفجر ثم انفجر بالبكاء هذه القضية كثير من الإخوة نقلوا لي أنه في بلاد الغرب عندما نشرح قضايا كربلاء خصوصا قضية الطفل الرضيع وإذا بأولئك ينفجرون بالبكاء قبل ثلاث أربعة أيام واحد أيضا نقل لقضية أخرى في بلاد الخرب قضية الطفل الرضيع فيقول انفجر في البكاء ومن بكائه أنا أيضا انفجرت بالبكاء وما تمكنت أن أواصل حديثي يقول بصعوبة واصلت حديثي بعد أن أكملت قال لي ما هي الشرائط الدخول إلى دينكم كلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أوسع نحن لدينا أهل البيت يجب أن نرفع لواء أهل البيت أنا أقترح على الأخوة الكرام الحمد لله كلكم إن شاء الله موفقين لكم هذا الشرف وهذا الفخر خدمة أهل البيت هذا توفيق عظيم حقيقة أقترح على كل واحد من الإخوة بمقدار الإمكان إذا واحد ما عنده قدرة فهو معذور عند الله أن تنصبوا لأهل البيت في بيتكم علم مأتا إقراية خلوها في بيتكم كل شهر كل ليلة الجمعة هذه القراية جدا مؤثرة فيها بركات أخروية بركات دنيوية تحفظ أولادكم في هذا المعترك طفل يجي يشوف قرائة يسمع كلمة الله النبي الإمام الحسين ينمو إحدى القنوات الفضائية الشيعية نقلوا لي أن رجلا كافرا اتصل بنا وشكرنا قال أنا كافر أنا مو مسلم ولكن أشكركم لأنه أنت من بدأت برامجكم أولادي تبدلت معاملتهم لي ولأمهم يحترمون أبوهم يحترمون أمهم هذه المجالس تربي أولادنا أكو هناك قضيتان لا أذكرهما بالتفصيل متقابلتان القضية الأولى حدثت في عاصمة إسلامية ابن جاء لطبيب وأعطاه مبلغ ضخم قال هذا المبلغ لقاء أن تقتل أبي تخلي السم في دواء حتى يرث أموال أبي هذه التربية المادية هكذا تربي وكان عندنا دكتور في قوم طبيب الآن موجود هذا أول بداية عمل كان موظف دكتور موظف في مكان كل شهر تلك الجهة تعطي راتب كان يأخذ هذا الراتب كل ويأتي به ويضعه بين يدي والده يقول يا أبي هذا المال ما لك لك الأب كان يأخذ المال بالمقدار الذي يريد ثم يعطي مقدارا منه لولده ابن يقتل أبو يحاول قتل أبي لحطام الدنيا وابن يضع كل ثروة تحت تصرف أبي هذه المجالس تربي أولادنا تنفعكم في دنياكم وآخرتكم الابن الذي لا عند دين هذا خطر على أبو على أمه على عائلته على مجتمع والأبن المتدين هذا فخر لعائلته لأبيه لأمه لعشيرته الكلمة الثانية جمع الشباب الكلمة الثالثة الدستور يجب أن يكون قرآنية الكلمة الرابعة لننصب علما لأهل البيت في كل بيت من بيوتنا إن شاء الله تعودون إلى أوطانكم سالمين غانمين بأيدي مليئة بحوائج مقضية بخير الدنيا والآخر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن المؤمنين في العراق أن يعيد الآمن والهدو والاستقرار إلى هذه البلاد بلاد علي والحسين والإمام الكاظم والإمام الجواد والإمامين العسكريين والإمام المهدي عجل الله تعالى فرج وسهل الله مخرج وإن شاء الله تجدون الخير أمامكم ببركة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين الله سلي على محمد وآله محمد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسنج أسنج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي ترجمة نانسي قنقر